شهد صحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ضبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ضبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة سايفن القابضة سايفن المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في قطاع التنقل المتقدم ومقرها أبو ضبي وشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين للاستحواد على كامل ملكية أعمال تصنيع السيارات في مكلرين بالإضافة إلى الاستحواد على حصة غير مسيطرة في أعمال مكلرين للسباقات بهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة ضمن رؤية ممتلكات الاستراتيجية لنمو مجموعة مكلرين والتي تضمنت عملية إعادة التنظيم والهيكلة في مجموعة مكلرين ما ساهم في فتح آفاق وفرص للتعاون والشراكات الاستراتيجية من جنبه أكد معالي جاسم أمحمد بعتاب الزعابي رئيس مجلس إدارة سايبن القابضة أهمية هذه الاتفاقية في دعم رؤية الشركة الرمية إلى تسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وابتكارا مشيرا إلى أنها تعكس الدورة المتنامي لإمارة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا للتميز والابتكار في قطاع التنقل المتقدم وتأتي عملية الاستحواد بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة مبدئية بين ممتلكات والسايبن في أكتوبر من هذا العام حيث تسعى سايبن من خلال هذه الاستحواد إلى تمكيل مكلرين من تحقيق الاستدافة الكاملة من إمكاناتها عبر توفير الخبرات المتخصصة في مجال الهندسة والتصميم والتكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى توفير كفاءات قيادية مؤهلة لتعزيز مسار مكلرين نحو تحقيق المزيد من النمو والارتقاء بأعمالها إلى آفاق أوسع الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية ممتلكات وجهودها المستمرة لرفع كفاءة محفظتها وتعزيز وتنمية أصولها لتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل ترجمة نانسي قنقر